هنروح لكرة اليد سيدات وبرضو كرة اليد سيدات طلبوا معسكر داخلي يمكن طبعا محتاجين يعملوا معسكر بشكل جيد تدريب صبح وبعد الظهر بقيادة الكابتن محمد عادل زولة طبعا طلب المعسكر يكون في الإسماعيلية والنادي وفق له الحقيقة عشان استعداد للدوري العام طبعا فيه ثلاث صفقات انضموا السنادي للفريق وهما طبعا طوقة كامل ودين هاني والتونسية المحترفة لعبة منتخب تونس عيدة رجب المنتخب طبعا فيه المعسكر ده هلعب بعض المباريات وهيعود مرة أخرى عشان ينطلق دوري كرة اليد سيدات واللي هيكون عبارة عن في الدور الأول عبارة عن مجموعة واحدة من 19 فريق هنلعب جولة واحدة يعني 18 مباراة وبعد ذلك سيتأهل الستة الأوائل إلى دوري السوبر عشان نفس النظام السنة اللي فاتت وده يمكن احنا كنا طلبنا هنا في برنامج الأبطال أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات أو لفلات لأنه ليس هناك أي استفادة من أن فريق يلعب أغلب مبارياته بيفوس فيها فرق 30 و40 هدف الحقيقة يعني برضو من اتحاد اليد ولجنة المسابقات في اتحاد اليد فضلت أنها تعمل الموسم أو النظام المسابقة زي الموسم اللي فات اللي احنا كنا نفسنا يتغيروا ولكن هم قادرة كيف تدور الأمور ولكن احنا لنا وجهة نظر معينة أنها رفع المستوى ويمكن شفنا فريق الشبات وفريق النشئات في كرة اليد والإنجاز الكبير لأول فترة اللي فاتت وأنهما إن شاء الله سيكونوا أو سيكوننا نواة للمنتخب الأول لكرة اليد وإن شاء الله ده كلام من الكواليس نهائي مفوش رجعة إن شاء الله سيتم إعداد وتكوين فريق الأول لكرة اليد سيدات وهيشاركوا في بطولة أفريقيا في شهر 11 وده خبر طبعا أكيد انتظرناه وكابتن هاب عبدلاطيف صح يا جماعة وكابتن رامي عبدلاطيف هو المدير الفني إذن إحنا بنتكلم كده إن شاء الله في المنتخب نتمنى إنه يتم أو يكون لي نفس الإعداد اللي بيأخذوا الرجال لأنه دي ماداليا أنت النهاردة لما تعد فريق سيدات جيد أنت عندك في الأولمبياد ممكن تاخد ماداليا عندك في أفريقيا تاخد ماداليات عندك الباحة أبدا متوسطها تاخد ماداليات إذن هي ماداليا نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لفريق كرة اليد سيدات في الفترة القادمة